مسألة إقالة غالانت نريد أن توقف عندها قليلاً هذه ليست مسألة جديدة تعتبر قديمة جديدة ولكن أن يتم استبدال غالانت بقدعون سعر بدون خلفية عسكرية هذا ربما يعيدنا مرة أخرى إلى إقالة غالانت لموشي يعلون والذي كان نداك في حزب الليكود واستبداله أيضا بليبرمان بدون خلفية عسكرية هل لهذا الموضوع أبعاد شخصية أم هناك أهداف سياسية وراء هذا القرار؟ يعني هو ليست هناك مشكلة في إسرائيل أن يتم إقالة وزير دفاع ذات خلفية عسكرية واستبداله بوزير دفاع ليست له خلفية كان هناك وزراء دفاع في إسرائيل ليس لهم خلفية أمنية منهم شمعون بيرتس على سبيل المثال لم يكن عمير بيرتس لم يكن له خلفية أمنية موشي آرنس على سبيل المثال لم يكن له خلفية أمنية هناك الكثير من المشكلة في إسرائيل غير ذلك المشكلة في إسرائيل أنهم في حالة حرب وأنه في حالة حرب يتم استبدال وزير دفاع له خبرة جنرال كان قائدا للمنطقة الجنوبية بمعنى يعرف كل شيء في غزة في ساحة المعركة الأساسية وإقالته في الوقت الذي يكون هناك استعدادات وإمكانيات أن يكون هناك حربا في الشمال ما حظب الله قد تطول كثيرا هذا هو المستغرب هذا من ناحية من ناحية الثانية الأمر ليس له علاقة من وجهة نظر نتنياهو أو الدافع لنتنياهو هو ليس لأنه يكره جلانت ليس لأن جلانت تمرد عليه ليس لأنه يختلف مع جلانت في موضوع الحرب كما يدعي نتنياهو أنه يريد حربا في الشمال وجلانت لا يريد ذلك هذا يعني كلها شعرات غير مقنعة للشعر الإسرائيلي هو يريد جلانت من أجل شيء واحد بسيط جدا لفهم السياسة الإسرائيلية وفهم الخطوة الذي يقوم عليه نتنياهو موقف جلانت فيما يتعلق بموضوع قانون إعفاء الحردين من التجنيد جلانت قال بشكل واضح أنه لن يسمع بأن يتم مناقشة هذا الموضوع وإقرار هذا القانون دون أن يكون هناك إجماعا من قبل كل الأحزاب الموجودة مما في ذلك أحزاب المعارضة وهذا أمر مستحيل لأن القانون الذي يريد أن يطرحه نتنياهو عمليا هو إعفاء للمتدينين في ظل وجود حرب وفي ظل وجود أعباء كبيرة على المجتمع الإسرائيلي هذا الأمر غير مقبول أن يتم إعفاء قطاع كبير من المتدينين من التجنيد لذلك نتنياهو بحاجة إلى إقرار هذا القانون لماذا بحاجة إلى إقرار هذا القانون لأن المتدينين شركاؤه في الحكومة الأساسية ولهم 17 مقات موازنة المقبلة نعم هم يرفضون أن يصوتوا لصالح الموازنة قبل أن يتم إقرار القانون عدم التصويت لصالح الموازنة يعني في شهر واحد نهاية هذا العام وفقا للقانون الإسرائيلي يجب أن تكون الموازنة مقرة إن لم تكن الموازنة مقرة حتى شهر يناير المقبل لا توجد حكومة الحكومة الكنيسة تنحل تحل نفسها وتذهب إلى انتخابات نتنياهو يريد أن يتجنب ذلك وبذلك هو أراد أن يصيد أصفرين بحجر واحد التخلص من جالانت الذي يختلف معه كثيرا ويكرهه وهو لا يحب سعر بالمناسبة هو أيضا كان منافسة لكود قبل هذا الكثير من الحساسيات ولكن ربما يكون هذا مضحكا في إسرائيل أنها تخوض حربا منذ عام وقد تخوض حربا وتتورط في حربا مع حزب الله ربما يكون مضحكا في إسرائيل أن عدم إصدار القرار بتعيين ساعر وزيرا للدفاع اليوم والمصادقة على الاتفاق الذي بينهما بعودته إلى الليكود هو سارة نتنياهو أمر غريب جدا حكم مقاليد الحكم في إسرائيل نعم وبالتالي وبالتالي سارة في البداية أعطت لزوجة نتنياهو للجمهور الذي لا يعرف من هي سارة زوجة نتنياهو سارة نتنياهو أعطت موافقة في البداية بمعنى أعطت الضوء الأخضر لزوجها والفريق المفاوض مع سار بالذهاب بهذا الاتجاه بمعنى زالت موارضة ولكن بعد ذلك على ما يبدو شيء ما حدث وصار نتنياهو سحبت موافقتها وعرضت تعيينه على الأقل وزيرا للدفاع لذلك لم يصدر القرار حتى الآن كان من المتوقع أن يصدر القرار غدا حتى قبل جلسة الكابينيت أمس وبالتالي أمام نتنياهو الآن خيارين إما أن يقنع سارة بالتراجع أو بالغافقة وهو لم يسبق في التاريخ الإسرائيلي الحديث في تاريخ نتنياهو أنه اتخذ قرارا لا توافق عليه سارة من تعيين الموظف الذي يعمل القهوة والشاي في مكتب رئيس الوزراء وحتى آخر وزير في الحكومة الإسرائيلية وبالتالي عليه أولا إما أن يقنع سارة أو أن يقنع سعر بأن لا يأخذ وزارة الدفاع يأخذ وزارة الخارجية ويعمل تغيير تغيير نتنياهو أمام أمرين أحلاهم أمر أحلاهم أمر طيب دكتور سوفيان يعني قد يكون سعر في السابق يعني قدعون سعر نفسة بين يمين التنياهو على رئاسة اللي كوت في السابق قبل أن يصبح رئيسا اليوم لحزبي اليمين هناك نقطة أخرى يتحدثوا بهم بعض المحلين وريدوا أن أحيي لهم عليك فيما يخص قدعون سعر وتنصيبه إذا ما تم تنصيبه في هذا المنصب رئيسا للجيش وزيرا للجيش خلفا لجلن هل يمكن أن يستفيد أيضا بني مين التنياهو من قدعون سعر في نقطة وهي تهديدات بن جفير بالخروج من الحكومة عندما سيتي سعر إلى هذه الحكومة وديه أربعة أعضاء بالتالي سيصبح عدد الأعضاء بالكنست 68 لصالحي الاتلاف الحكومي فبالتالي هو يعني سيكون مرتاحا إذا مخرج وزير الأمن من هذه الحكومة يعني هذه دعينا أقول إيجابيات إضافية كما قلت السبب الرئيسي هو موضوع القانون الحرديم وموضوع الموازنة هذا السبب الرئيسي ولكن هناك أيضا فوائد من انضمام مساعد أحد هذه الفوائد أن أربع أعضاء كنيسة سينضمون إلى اعتلاف بدل 64 68 طبعا إذا أخذنا بعين الاتبار أن جلن لن يصوت لصالح الحكومة ون يصوت لصالح القرار وبالتالي سيبقى 67 طبعا الغريب بالأمر أن بنكفير الذي من المفروض أن يتضرر من من إضافة سعر هو عبر عن موافقته ولكن موافقته أكثر ليس لانضمام سعر موافقته لإقالة جلن وكذلك سموتريتش رحب بهذا الأمر رغم أنه يضعف من وجودهم في الحكومة هذا أولا ثانيا هو يستفيد من وجود سعر في موضوع الأسرة والمحتجزين في صفقة التبادل جلن موقفه أكثر إيجابية دعينا أقول في موضوع التوصل إلى صفقة هو يتمنى موقف الجيش ويتمنى موقف الأمن رغم أن جلن يعتبر من الصقور ليس من الحمام في حزب اليكود ولكن في هذه الجزية فيما يتعلق من موضوع الأسرة هو أقرب بكثير إلى موقف الجيش وموقف الأمن منه إلى موقف نتنياهو سعر في مواقف كثيرة عبر عن موقفه أنه أقرب إلى موقف نتنياهو منه إلى موقف إلى موقف الجيش وبالتالي نتنياهو يشعر بحرية أكثر في التصرف في موضوع في موضوع الصفقة التي من الممكن أن يطرحها الأمريكان خلال هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل كما أعلنوا ولكن إن اختار بنيمني تنياهو سعر في هذا المنصب تقدر هذه الخطوة قد تكون جنونية بالنسبة الولايات المتحدة لأنها كانت على وفاق مع بني جانس في البدايات وما أصبح جلنت رجل واشنطن في داخل إسرائيل ولكن السعر ربما ليس هناك توفق مع الولايات المتحدة أو لا تعرفه دعنا نقول هذا الصحيح ولكن المسألة هي تعرفه جيدا كان في مواقع كثيرة في الحكومة الإسرائيلية كان سكرتيرا للحكومة ولكن ليس هناك في المنصب الحساس نعم الولايات المتحدة الأمريكية مشكلتها مع نتنياهو أكبر من ذلك لكن أحد هذه المشكلات أن جلنت بالفعل هو الوحيد العاقل بالنسبة للولايات المتحدة والذي تثق فيه في التعامل وخاصة فيه هذا الوضع الحساس يجب أن لا ننسى أن جلنت هو الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو الذي ساهم في تحرير صفقة الأسلحة والذخيرة التي كانت محتجزة في الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى كان هناك تباطؤ في إرسال هذه الصفقة جلنت هو من ذهب إلى الولايات المتحدة وهو ساعد قبله ذهب جانس قبل أن يخرج من الحكومة وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن قالت جلنت في هذا الوقت هو كما قالوا هو ضرب من الجنون هذا الجنون أولا أنت تعزل قائد عسكري مخضرب يفهم ما الذي يجري عسكريا وتأتي في مسؤول وزير ليس له علاقة في العمل العسكري وكل هذا في وقت الحرب يعني لو لم يكن هناك حرب كان الأمور مرت بشكل عادي الولايات المتحدة طبعا قلقة في الجهود التي تبدلها على الصعيدين الصعيد الأول فيما يتعلق بموضوع تبادل الأسرة والإنهاء الحرب في غزة سيفتقدون إلى جلند إذا ما تم تنفيذ هذا القرار والأمر الثاني ما يجري في الشمال صحيح أن جلند تصريحاته أمس كلها عن تريا تشبه تصريحات نتنياهو نعم لأن نتنياهو ما الذي أراد أن يسوقه الجمهور الإسرائيلي أن أحد الأسباب هذا يعني هذا يكذب كما يتنفس بالمناسبة نتنياهو يكذب كما يتنفس ليس لديه مشكلة في قلب الحقائق والتبلي على الآخرين نتنياهو يريد أن يبرر لماذا يريد قال أن هو لا يستطيع أن يقول الجمهور الإسرائيلي الذي يعرف تماما ما هو السبب لا يستطيع أن يقول لهم أنني أريد أريد سعر لكي أمرر قانون العفاء الحرديم وأنني أريد أن أمرر قالوا الموازنة وبالتالي أبقى في الحكم حتى نهاية 25 بداية 26 ولا يستطيع أن يقول لذلك قال أنه يريد أن يزيح جلان لأنه يعطل تنفيذ عملية ضد حزب الله في الشمال لذلك كانت تصريحات جلان خلال اليوم نارية وفي أكثر من مناسبة صحيح عندما نتحدث عن الوضع أيضا في الشمال أموس هوكستين يبدو أنه عندما حذر يوم أمس لإسرائيل والتقى بجلانت وبنتنياهو يبدو أن هذا الاجتماع وجه فيه كلمات ربما قد تكون لها وزن تقيل إن كنت تتفق معي دكتور سوفيا عندما قال لهم ما ستحققونه في الشمال بالتصعيد العسكري يمكن تحقيقه بطرق الدبلوماسية بالتالي وكأنه يقول لهم أنكم لا تستطيعون أن تنجزوا أي شيء في الشمال بالضغط العسكري هل هذه المقاربة الأمريكية وهذه رؤية أمريكا لما يجري في الشمال هذا ليس جديد موقف عاموس هوكشتين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بايدن في كل ما يتعلق بمعالجة ملف حزب الله وإسرائيل هذا ليس جديد منذ بداية الحرب وعموس هوكشتين يريد أن يحاول أن يقنع الإسرائيليين أن الجبهة غزة مرتبطة بالنسبة لحزب الله في جبهة الشمال وكل مرة يتم عرض مقترحات يقول لهم هذا الأمر لن يسير ولن يطبق طالما هناك حرب في غزة الآن بعد عشرة شهور 11 شهر الأمور أصبحت يعني أكثر الحاحة في ظل الحديث أن نتنياهو يريد أن يغير من قواعد الاشتباك هناك وأن القرار أمس في الكابينيت هو العمل على عودة النازحين كحد هداف الحرب عاموس هوكشتين يقول لهم ما قاله قبل أشهر بأنها في النهاية بعد حرب كانت كبيرة مفتوحة عملية عسكرية محدودة تستمر أسبوع تستمر شهر تستمر سنة في النهاية ستعودون إلى نفس النقطة أن عودة النازحين في الشمال سيعودوا فقط من خلال اتفاق بين إسرائيل وبين حزب الله ولكن في البداية نتذكر عند بداية هذا العضوان الإسرائيلي عندما كان حزب الله يستهدف مناطق في الشمال كانت تقول الولايات المتحدة نتكتب صور سفيان ما علاقة حزب الله بغزة ما يحدث في غزة لوحدة واجبا يتوقف حزب الله عن ضرب إسرائيل ولكن اليوم هل بدت الولايات المتحدة مقتنعة بعد الضربة الأمريكية أو الضربة العفوان اليمنية للعمق الإسرائيلي هل بدت مقتنعة أن هناك ربط للسحة وتشبيك لهذه السحة اليوم الولايات المتحدة مقتنعة منذ البداية بأن هذا يعني هذا أحد أهداف الحرب هو الربط بين السحات بالنسبة سواء كان بالنسبة لحماس أو بالنسبة لإيران أو بالنسبة لحزب الله اليمن أو الحوثيون لم يتدخلوا في هذا الصراع منذ أن أطلقوا الصاروخ قبل يومين ثلاثة قبل ذلك كانت مسيرة وصلت إلى تل أبيب وقبل ذلك أغلقوا باب المندب عمليا وحولوا كل مجرى السفن من هناك إلى القادمة إلى إيلات وإيلات عمليا مدينة ميتة نتيجة إطلاق الصواريخ والمسيرات هناك اليمن أو الحوثيون هم جزء من هذه المعركة وكذلك حزب الله منذ البداية لم يخفي ذلك حزب الله قال بشكل واضح أن ما يحدث على الجبهة الشمالية هو إسناد ليس تعارف هو إسناد لغزة وهو ملتزم بهذا الإسناد منذ اليوم الأول للأدوان الإسرائيلة ومنذ السابع من أكتوبر هذا الأمر سيستمر هذا ليس سراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر